موسيقى السلام عليكم و اهلا بكم الى حديث الصحافة نبدأه بابرز عنوين الصحف لهذا اليوم عنوانت الشرق الاوسط 21 دولة تبحث في لندن اليوم مكافحة تمويل داعش دول الخليج تعتبر ما قام به الحوثيون انقلابا وتؤكد دعمها للرئيس اليمني الفلسطينيون يدرسون قرار العودة الى مجلس الامن بمشروع جديد فلسطيني يطعن 13 راكبا داخل حافلة في تل ابيب واسرائيل تحمل ابو مازن المسؤولية اما في العربي الجديد مجازر النظام السوري تتواصل وتفجير سيارة مفخخة بحمص لقاء القاهرة مؤتمر سوري بمواصفات مصرية الاستخبارات المصرية تجس النبض حيال بقاء الاسد ضباط ايرانيون بتدمر لحماية اهم حقول الغاز في سوريا اليمن تسجيل صوتي منسوب لصالح يظهر تنسيقه مع الحوثيين محاكمة مرسي الدفاع يتهم الاستخبارات بتزوير الادلة وفي القدس العربي فقد جاء المراقب الجديد لاخوان سوريا للقدس العربي نتفهم مصالح روسيا لكننا ضد بقاء الاسد والعلويون ارتكبوا خطأا كبيرا بتأييدهم لنظام سوريون يعتصمون في مركز للوجوء في الدانيمارك بسبب التأخير في منحهم الاقامة محكمة اوروبية تؤيد استمرار العقوبات على خالي بشار الاسد اوباما في خطاب الاتحاد يتوقع حربا طويلة مع الدولة الاسلامية ويتعهد باستخدام الفيتو ضد عقوبات جديدة على ايران ويستبعد حربا جديدة في الشرق الاوسط وزير خارجية اليابان يدير غرفة عمليات في الاردن لانقاذ الرهينتين لدى تنظيم الدولة الاسلامية وزير داخلية ماليزيا يكشف عن دخول اكثر من ثلاثمائة صيني الى سوريا والعراق عبر بلاده للانضمام لتنظيم الدولة اليمن هادي يبرم اتفاقا مع الحوثيين يلبي مطالبهم قيادي حوثي يعترف بتحالف جماعته مع علي عبدالله صالح داود اوغلو الافضل بالنسبة لما يحدث بين مصر وتركيا هو ان نجلس معا بدلا من تبادل الاتهامات فرنسا تقير ترسانة قوانين جديدة لمكافحة الارهاب وتستشير المجلس الدستوري بشأن تجريد جهاديين من الجنسية وفي صحيفة الحياة فقد جاء لهذا اليوم ايضا تفجير في حي موال للنظام في حمص وعشرة القتلى بغارات لافروف يخفض توقعات الحوار السوري منتدى موسكو لتجاوز اخطاء جينيفتنين طهران وموسكو تعززان تعاونهما العسكري وفي موقع هابرلار التركي فقط عنوان رئاسة الوزراء التركية تنشر بيان داود اوغلو في ذكرى وفاة الصحفي التركي الارمني الاصله راند دينك بعدة لغات استقالة رئيس حركة بيجيدا المناهضة للإسلام روسيا خط الغاز التركي سيساهم في تأمين الطاقة الاوروبية مؤتمر المعارضة السورية في القاهرة بلا منظمين معلنين وفي وكالة انباء الاناظول داود اوغلو علينا ان نعمل سوية لاجاد حلول للمآسي الانسانية محكمة تركيا تعتقل اربعة متهمين على خلفية تحقيقات التنصط غير المشروع اردوغان مجلس الامن يحتاج اصلاح والنبي محمد خط احمر للمسلمين الخارجية التركية طلبنا من الدول المعنية قائمة بالاشخاص المحتمل عبورهم لسوريا وكالة انباء الاناظول نشرت لمراسليها في انقرة هشام شعباني وعماد مطر بعنوان اردوغان مجلس الامن يحتاج اصلاح والنبي محمد خط احمر للمسلمين جاء فيه قال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ان السياسي الناجح يجب ان يحدث حياته بشكل مستمر وبناء عليه فانه يجب اصلاح مجلس الامن الدولي مشيرا الى وجود 196 دولة في الامم المتحدة غير راضية عن حالة مجلس الامن في العضاء الراهن وجميعها يصرح بذلك ولكن عند التطبيق تكون دائما كلمة الفصل الامبريالية والقوى المهيمنة جاءت تصريحات اردوغان في كلمة القاها في مؤتمر اتحاد برلمانات الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي الذي استضافه البرلمان التركي في اسطنبول يوم الاربعاء من جانب اخر لفت اردوغان الى ان القضية الفلسطينية تشهد يوميا مأساة انسانية منذ قرابة قرن من الزمان واوضح الرئيس التركي ان النظر من زاوية المصالح والزاوية الحزبية ادى الى مقتل ثلاثمائة وخمسين الف انسان سوري وتهجير اكثر من سبعة ملايين اخرين ومقتل العشرات يوميا من المدنيين بينهم اطفال ونساء ولا يعتبر النظر من هذه الزاوية عملا انسانيا او يمت للاسلام او للضمير بالصدى كما لفت اردوغان في هذا الاطار ان بلاده تستضيف نحو مليون وسبعمائة الف لاجئ سوري مشهرا ان اجمالي عدد اللاجئين السوريين الموجودين في كل من دول اوروبا لايتجاوز مئة وثلاثين الف لاجئ ويتطرق اردوغان الى الرسوم الكاريكاتورية التي نشرتها صحيفة الشارلي ايبدو الفرنسية الساخرة والتي تمثل شخص رسول محمد صلى الله عليه وسلم قائلا ان حرية التعبير لا تعني فعل كل شيء وكتابة كل شيء ورسم كل شيء دون ضوابط حرية التعبير لا تمنح احدا الحق بالتطاول على القيم المقدسة ان الذين يحرصون على توخي الدقة في تصرفاتهم لكي لا تتسبب باي اذن لليهود او خوفا من ان يلسق بهم وصف معادات السامية عليهم ان يتوخوا الدقة وان يتصرفوا بنفس الطريقة المسؤولة جاه النبي محمد والمسلمين لان النبي محمد هو الخط الاحمر لجميع المسلمين وتابع اردوغان اذا كانوا يعتبرون ان رسامي الكاريكاتير وحدهم ضحايا للارهاب فساسوق لهم اذا هذا المثال ناجي العلي هو الشخص الذي رسم شخصية حنظل الكاريكاتيرية ناجي العلي طرد من بلده فلسطين وعاش في مخيمات اللاجئين هاجر الى بريطانيا الا انهم لم يتركوه وشأنه قتل ناجي العلي الذي لم يكن يقوم الا برسم الرسوم الكاريكاتورية بعملية اغتيال وسط لندن ان الذين يقومون بحماية قتلة ناجي العلي والتربيت على اكتافهم يخرجون الان ويقومون بمسيرات من اجل من قتلوا في باريس وفي تطرقه الى قضية الارهاب قال الرئيس التركي كما ترون فقد ظهر تنظيم ارهابي يدعى داعش يقوم بقتل المسلمين باسم الاسلام علينا اولا ان نسأل من اين حصلوا على تلك السلطة التي تبيح لهم ذلك مضيفا ان الارهابيين والمنظمات الارهابية لا يمثلون باي من الاحوال العالم الاسلامي والمسلمين وليسوا متحدثين باسمهم ولن يكونوا كذلك نطالع في صحيفة الانديبندنت مقالا لروبرت فيسك بعنوان ضربة اسرائيل لحزب الله كالمثل القائل اضرب اولا ثم اسأل فيما بعد وقال فيسك ان استهداف الطائرات المروحية الاسرائيلية لمن اسمتهم الارهابيين بالقرب من مدينة القونترة السورية خلال عطلة نهاية الاسبوع اثبت وجود تعاون ايراني مع حزب الله لدعم رئيس السوري بشار الاسد واضح كاتب المقال انه قتل خلال هذه الضربة الاسرائيلية جنرال ايراني وستة من المسؤولين في حزب الله من بينهم جهاد مغنية ابن عماد مغنية منظم عملية اختطاف الرهائن الاجانب في عام الف وتسعمائة وثمانين والذي قتل لاحقا ويتساءل فيسك في مقاله عن سبب وجود الجنرال الايراني محمد علي الدادي مع عناصر من حزب الله في بلدة مزرعة امل قرب القونترة في سوريا فاتبعا للحرس الثوري الايراني في طهران فان الجنرال دادي كان يساعد الحكومة السورية على محاربة التكفيريين السلفيين الارهابيين واضف فيسك ان حزب الله كان يقوم بنفس المهمة الا ان اسرائيل اعتبرت انها استهدفت ارهابيين واشار الى انه يمكن اعتبار ان الجنرال الدادي وجهاد مغنية كان بلا شك يحاولان حماية مرتفعات الجولان من عناصر تنظيم الدولة الاسلامية وابقائها في ايد الاسد موضحا ان هناك الفين من افراد الحرس الثوري الايراني والافغان الشيعة الذين يقاتلون الى جانب قوات الرئيس السورية فضلا عن الالاف من عناصر حزب الله الذين قاتلوا وماتوا في سبيل بشار الاسد واردف انه لو كانت اسرائيل قتلت سبعة من قادة تنظيم الدولة الاسلامية اي وضنعان الجنرال الايراني وعناصر حزب الله لكانت اعتبرتهم ايضا ارهابيين مع ان الارهابيين من تنظيم الدولة كانوا يحبون لو قتلوهم بانفسهم ويتوقف فيسك في نهاية مقاله عند هذه التناقضات في التوصفات المستخدمة فالاسد الارهابي ثم حزب الله الارهابي واران الارهابية بنظر اسرائيل تذهب للقتال معه لكن ايران تساهم الى جانب الولايات المتحدة في دعم القوات العراقية لقتال ارهابي تنظيم الدولة الاسلامية والان الارهابيين الاسرائيليين بنظر ايران والاسد وحزب الله قتلوا الارهابيين الدادي ومغني الابن ورفاقهم ويخلص الى انه ربما على المؤرخين ان يحلوا لنا هذا التناقض صحيفة النيويورك تايمز نشرت مقالا لان برنارد وسويمني سنجوبتا بعنوان تحول في موقف الغرب تجاه سوريا تأجيل اسقاط الاسد جاء فيه فسر الترحيب الامريكي والاوروبي بمبادرتين روسيا والامم المتحدة لانهاء الحرب السورية تحولا في الموقف الغربي وتراجعا عن المطالبة بتنحي الرئيس السوري بشار الاسد وتأجيل رحيله الى الوقت المناسب واشارت الصحيفة الى وجود مبادرة روسيا لاقامة نوع من الشراكة في السلطة بين النظام السوري وشخصيات تمثل المعارضة السورية فضلا عن مبادرة اخرى للامم المتحدة تبدأ بتعليق القتال في محافظة حلب الاستراتيجية كخطوة اولية مهمة لفتح الطريق امام ايصال المساعدات الانسانية الدولية للمنكوبين داخل الاراضي السورية ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي غربي في الامم المتحدة قوله ان الاسد يجب ان يرحل في نهاية اي حل للازمة ولكن توقيت رحيله يمكن ان يناقش طالما ان الحل لا يهدف الى ترسيخ موقعه في السلطة واضحت الصحيفة ان الوسيطة الروسية الداعمة الاقوى لنظام الاسد دعا المعارضة والنظام في سوريا الى اجراء محادثات في موسكو باشراف روسي اواخر الشهر الجاري لكنها شككت في امكانية نجاح الدعوة في ظل رفض فصائل المعارضة السورية للمقترحات الروسية وعلى الرغم من ان ادارة الرئيس الامريكي باراك اوباما لا تزال على قناعتها بان اي حل سياسي للازمة في سوريا يتطلب خروج الاسد من السلطة لكن الجمود العسكري وتنامي قوة وتسليح الجهاديين فضلا عن وجود اسوأ ازمة انسانية عالمية اجبر الولايات المتحدة على التكيف مع الجهود الدولية الساعية الى ان يتم التغيير تدريجيا في سوريا وفقا للصحيفة واستنادا الى تقرير اخباري لشبكة مراسلين نيويورك تايمز في بيروت وجينيف والامم المتحدة فان الطائرات الامريكية التي تقصف مواقع مقاتلي دولة الاسلامية في سوريا تشارك الطائرات السورية المقاتلة التحليق في اجواء واحدة كما ان مسؤولين امريكيين ابلغوا الاسد عبر وسطاء عراقيين ان الجيش السوري لن يكون هدفا لسلاح الجو الامريكي مطلقا وفقا للتقرير ذاته ولحظت الصحيفة ان وزير الخارجية جون كيري اعلن الاسبوع الماضي ان بلاده رحبت بالمبادرتين الروسية والامامية من دون ان تطالب بتنحي الاسد وهو اغفال ملحوظ عادة عما اصارت عليه الولايات المتحدة في تصريحات مسؤوليها العلنية جريدة كلنا سوريون نشرت مقالا لبسام يوسف بعنوان الثورة يأكلها ابناؤها جاء فيه اول ما يفعله الاستبداد في المجتمعات التي يحكمها هو منع قيام المجتمع السياسي اي انه يمنع ارساء اسس تطور هذا المجتمع وامتلاكه لادوات التطور والمعاصرة والاستبداد السياسي لا يطال الحقل السياسي فقط كما هو معروف بل يشمل كل اوجه المجتمع الاخرى الدينية والاقتصادية والثقافية والاخلاقية فتصبح كلها امتدادا لهذا الاستبداد واوجه اخرى له وبالتالي فانه يوقف تطور كل البنى والصياغ لهذا المجتمع فيمنع الاصلاح الديني والثقافي والاقتصادي والاخلاقي مبقيا المجتمع المستبد به المستبد به اسير لحظة مشلولة محكومة بالقوة يريد المستبد لها ان تطول الى الابد يؤدي انفلات هذه القوة الى انفجار وربما تشضي المجتمع المقموع وغالبا ما يغيب القدرة على ضبط هذا الانفلات ويتناسب حجم الانفجار والتشضي طردا مع شدة الاستبداد وعمره فكلما كانت قوة هذا الاستبداد عاطية وعمره طويل كلما كان حجم التشضي كبيرا اذا كانت الثورة السورية في اهم تكثيف لها هي انفلات المجتمع السوري من سيطرة القوة القامعة له اي انفجاره بوجه الاستبداد الطويل والشديد الذي رزح تحته فان اهم عيوب هذه الثورة هو عدم امتلاك سياسيها ومثقفيها للرؤى التي تشتغل على فهم هذا الانفجار وعلى ضبطه وتوجيهه لتحقيق غيات ومصالح لهذا المجتمع هذه المصالح التي لا تحددها الاديولوجيات ولا المصالح الديقة للأحزاب والأشخاص بل تحددها الحاجة الموضوعية للمجتمع والتي ارى انها تتكثف بالانتقال الى الصيغة التي لم تعرفها سوريا السابقا وهي الاهم والاشدم الحاحية وعني الانتقال من صيغة الاستبداد الى صيغة الدولة الحديثة التي تؤمن استقرار هذا المجتمع وتطوره ان المأزق الذي وصلت اليه الثورة السورية ليس مرده الى عنف النظام فحسب ولا الى تسلح الثورة كما يصفصط متبنو فكرة السلمية وليس تدخل الخارجية فقط بل هو اجتماع كل ما ذكر سابقا مضافا له غياب الرؤى والبرامج والقوة التي تعرف كيف تقود المجتمع في لحظة انفلات القوى القامعة له وبالتالي فان ما يخرج الثورة السورية من مأزقها هو اعادة وعي اطراف هذه الثورة لأسبابها الحقيقية ولأهدافها الحقيقية أسبابها التي تنطلق من فهم الواقع جيدا وأهدافها التي تستجيب لحاجات هذا الوقع فاذا كنا مقتنعين ان الثورة السورية قامت لاسقاط نظام استبدادي مافيوي تهدف الى استعادة الحرية والكرامة والعيش الكريم لكل ابناء الشعب السوري فان ما تفعله الان القوى السياسية او التي تعتبر نفسها ممثلة للثورة السورية هو باختصار نسف كل ما قامت به من اجل هذه الثورة امراء حرب يقيمون مزارعهم الخاصة واجهات سياسية تبحث عن مصالحها الحزبية والشخصية نظام مستعد لان يبيع كل الوطن من اجل كرسيه السياسة ليست فن الكذب وليست فن الممكن فقط كما يحب الانتهازيون الكثر ان يرددوا هذه الايام انها اولا وقبل كل شيء فهم لحقيقة الواقع ولحاجاته وقواه وفهم لمآلاته وصيرورته صحيفة الشرق الاوسط نشرت مقالا لمشار الذايدي بعنوان جمهورية الحوثي جاء فيه ما فعلته ميليشيا الحوثي المسمات انصار الله هو انقلاب مكتمل الاركان في ربوع اليمن انقلاب دستوري اجتماعي سياسي وفوق هذا كله انقلاب في هوية اليمن في صميم الهوية التاريخية والثقافية او هكذا يسعى الحلم الحوثي للتجسد بعد سلسلة من الزحف الحوثي على صنعاء اقتحم جنود الحوثي مجمع رئاسة اليمنية والرئيس هادي يصدر التعليقات ويطلق الدعوات للحوار ووزير خارجيته ابو بكر القرابي يكتب على حسابه في تويتر بهدوء وروية اذا ارتفع صوت المدفع يتحتم ان يعلو صوت العقل ليسكته المنتظر هو ظهور عبد الملك الحوثي زعيم هذه الميليشيا العقائدية ليعلن البيان رقم واحد اخذان اليمن في سكة الجمهورية الامامية بنسخة جديدة ولست ادري من اين جاء هذا الهوس باحياء متاحف التاريخ السياسي المسلم من خلفية داعش من خليفة داعش الى امام صنعاء هل سيتقبل اليمنيون ان يحكمهم امام زيدي من جديد بعدما انه حكم الامامة بعد حوالي نصف قرن من زوال الامام والد عبد الملك الحوثي بدر الدين الحوثي حاول من قبل جعل نفسه اماما في العهد الامامي نفسه هل سيقدر الحوثي على تدبير شأن اليمنيين في بلد فقير مزدحم مهدد بالتفكك تعيث فيه القاعدة ارهابا ارهابا وعصابات السلاح فسادا وميليشيا الحوثي هوسا كيف سيكون حكمه هانئا لمن يقتعد عرش بلقيس هناك من يقول ان هذه نفسه متحالف في الباطن مع الحوثي طمعا في دعمهم له ضد خصومه وهناك من يؤكد ان الرئيس السابق علي عبدالله صالح هو من يدعم الحوثي ويسهل له طريق من اجل ضرب خصومه لكن الواقع يقول ان الحوثي لديه مشروع عقائدي سياسي يتجاوز على عب الصالح او هادي ومن طالع ادبيات حسين الحوثي مؤسس الجماعة والشقيق عبد الملك الاكبر يجد الامر جليا فحسين قتلا في ايلول 2014 لديه تعليقات على القرآن سميت بملازم الحوثي فيها نصوص خطيرة منها حديثه عن هزيمة اهل السنة عبر التاريخ لانهم لم يوالوا عليا ثم يقول من الحماقة ان نرتبط بهم تفسير سورة المائدة وفي نفس الملزمة يتحدث عن الخميني بتقديس فهو صاحب الصفات والمعايير الالهية هو الشخص الذي يمكن ان نبني على يديه الامة بناء عظيما الجيد في مأساة اليمن الحالية ان كان للمصائب فوائدها هو كشف الغطاء واللعب على المكشوف المرجح ان يخفق الحلم الحوثي لكن الرهيب هو تحول الحلم لكابوس ثقيل يلتهم سنوات عجاف من حياة اليمن وجيرانه الحوثي قرع باب الخليج وبقي الجواب بهذا المقال مشاهدين الاكارم نكون وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم على امل اللقاء بكم دائما بكل خير نترككم برعاية الله نشكركم على حسن المتابعة ايضا السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة